السلام عليكم متابعين قناة الربح من الانترنت امين نزار اليوم فقط هنعطيكم ارباح الف مشاهدة بين المحتوى العربي وبين المحتوى الاجنبي او الامريكي بالضبط يعني هنعطيكم قده تربحو في الف مشاهدة من المحتوى الامريكي وقده تربحو الف مشاهدة من المحتوى العربي وهذا الهدف منه مش بش نطيح لكم مورال ولا نطلع لكم مورال ولا فقط هي معلومات نبارتج فيها معكم لكي تتألموا الفرق بين وضع محتوى بلغة انجليزية ووضع محتوى عربي يعني اذا كان فيديو مشاهدته من الولايات المتحدة الامريكية حتى وان كانت قليلة جدا جدا فستربح اكثر من الفيديوهات التي فيها مئة الف مشاهدة من قنوات او متابعين عرب اذا لاحظوا معي عندما ندخل الى احد الفيديوهات قمت بعمل تجربة هذه التجربة هي فقط تجربة يعني ما كانت تقولولي هل هل محتوى الروبوت او المحتوى المكرر او كذا كذا مرفوض او مقبول المحتوى يجب ان يكون حصري ملكك فقط وهذا الفيديو للتجربة فقط يعني عملت فيديو هو روبوت يعني قمت بعمل تعليق بالروبوت وهو مرفوض في اليوتيوب بصفة عامة يعني بصفة كبيرة جدا هكذا اجيب على السؤال الذي يطرح عليه هل هذا الفيديو الذي سعريكم اياه الان مقبول او لا لكي لا اجد تعليقات انت تعمل فيديوهات كذا وتخبرنا بانه يجب ان تقوم بعمل فيديوهات حصرية لا لا علاقة هذا فقط للتجربة اذا ندخل الى الفيديوهات اولا ساختار الف مشاهدة لفيديو عربي مثلا 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 هكذا لكي اريكم بعض الافكار سنختار فيديو عربي في الف كان هناك فيديو مثلا سأريكم هذا الفيديو الجزائري او فضيحة نائمة صالحة عندما ندخل الى الاحصائيات تشاهدون انه ان اربح منه في اخر اذا ادرتها فترة منذ الاخر صفر فاصل ستة وثلاثون اورو فقط عندما نرى الجمهور نزيد الجزائر فقط صفر فاصل ثلاثين في ثلاث تالاف لاحظوا معي الفين واربعمائة مشاهدة اذا احفظتوها هنزيدو نبحثو على الف مشاهدة مثلا كيفة ايش ماليك ارانيا محتوى عربي فيه الف ومائة مشاهدة اه نلاحظ الارباح منذ فترة منذ الانشاء هي صفر فاصل ثمانطات اذا من هي الدولة هي الاردن اذا اردن ضعيفة على الجزائر اذا الف مشاهدة اذا نبحث على فيديو اخر مثلا مثلا هذا الفيديو عنوان بلغة انجليزية لكنه محتوى عربي العنوان بلغة انجليزية لكن المحتوى عربي اذا الف مشاهدة ندخل اذا الارباح بصفة عامة هي صفر فاصل ثلاثة خمسين اورو الدولة لبنان الجزائر العراق لبنان ضعيفة جدا جزائر ضعيفة جدا والعراق ضعيفة جدا اذا سنذهب الى الحقيقة سنرى الفرق الشاسع وهذا الفيديو كما قلت لكم تجربة فقط اذا هذا الفيديو لهوبي هالوين هو فيلم امريكي جديد لم يخرج بعد فقه سيديما قمت بعمل فيديو عليه والتعليق كان روبوت وليس ملكي يعني ساحذف هذا الفيديو ولن اتركه يعني هو راهو نورمامو مرفوض ولكن قناتي مفاعلة الربح يعني حبيت اجرب وفقط ما ساحذفه لكي لا تفعلوا مثل ما افعل وتغلق قنواتكم او تغلق تفعيل الربح عندكم وتقولون لي انت عاملت كذا وكذا انا لا انصح بهذا المحتوى الا اذا كان تتكلم لغة امريكية ولغة انجليزية بطلاقة اذا الف ومئة مشاهدة لاحظوا معي الف ومئة مشاهدة الاربح الاربح بصفة ما هي تسعة واحد وعشرون اورو تسعة واحد وعشرون اورو في الف مشاهدة اذا الجمهور من الولايات المتحدة الامريكية ستة وستون بالمئة الجزائر داخلة في المصف المملكة المتحدة واستراليا اذا ماذا يعني هذا هذا محتوى امريكي فيلم امريكي موجه لامريكا شاهده ستة وستون بالمئة يعني الارباح العالية جدا هي امريكا بريطانيا واستراليا خاصة ارباح استراليا الناس يعني مواضيع والمحتوى الذي يبحث عنه الشعب استراليا اعلنته عالية جدا يمكن ان تكون عالية على الولايات المتحدة الامريكية لذلك فهذه الدول الثلاثة التي تستهدفون محتوىها ومواضيعها وتتحصل كما تشاهدون على الف مشاهدة على تسعة اورو اذا هذا هو الفرق فقط حبيت انطلطج معكم هذه المعلومة باش تكون عندكم فكرة على المحتوى العربي والجزائري والعربي والاردني واللبناني وغيرها والفرق بين الامريكي والاسترالي والاعلانات الاخرى كما تشاهدون اعلانات الفيديو القابلة لتخطيه على اعلانات كما تشاهدون تربح منها اذا اترككم فيديو اخر ان شاء الله اذا كان لديكم اسئلة حول هذا الموضوع فقط ضغطوا لايك واشتراك وضعوا تعليقاتكم اسفل الفيديو